تحقيق النجاح المالي والشخصي هو هدف يسعى إليه الكثيرون في حياتهم وعلى مر السنين تم تطوير العديد من النظريات والمفاهيم التي تساعدنا في فهم العوامل التي تؤدي إلى النجاح ومن بين هذه المفاهيم يأتي كتاب عادات نجاح المليونير كمصدر قيم وموجز للتوجيه في رحلة تحقيق الثراء والتفوق الشخصي في هذه الفيديو سنستعرض أهم العادات المشتركة للأشخاص الناجحين المليونير وكيف يمكن أن نستفيد منها في حياتنا اليومية الجزء الأول تحديد الأهداف والتركيز في العادة الأولى يشدد الكتاب على أهمية تحديد الأهداف الواضحة والمحددة تماما يجب أن نعلم ما نريد تحقيقه وأن نركز جميع جهودنا وطاقتنا في تحقيق هذه الأهداف يتضمن ذلك وضع خطة عمل محكمة ومتابعتها بانتظام للتأكد من تحقيق النتائج المطلوبة الجزء الثاني التعلم المستمر وتوسيع المعرفة العادة الثانية تركز على أهمية التعلم المستمر وتطوير المعرفة يجب أن نكون مستعدين للاستثمار في أنفسنا من خلال قراءة الكتب وحضور الدورات والمحاضرات والبحث في مجالات الاهتمام والتخصص من خلال توسيع معرفتنا نكتسب الأدوات والمهارات التي تساعدنا في اتخاذ قرارات أفضل وتحقيق النجاح الجزء الثالث التخطيط المالي الجيد والادخار تشدد العادة الثالثة على أهمية التخطيط المالي الجيد والادخار يجب أن نتعلم كيفية إدارة أموالنا بحكمة والعمل على إنشاء خطة مالية تمكننا من تحقيق الاستقلالية المالية يشمل ذلك وضع ميزانية شهرية وتحديد أولويات الإنفاق واستثمار الأموال في مجالات تعود علينا بالفائدة الجزء الرابع بناء علاقات قوية والتعاون في العادة الرابع يركز الكتاب على أهمية بناء علاقات قوية والتعاون في رحلة النجاح يشدد الكتاب على أن العلاقات الجيدة تلعب دورا حاسما في تحقيق النجاح المالي والشخصي ينصح بتكوين شبكة من العلاقات الإيجابية والتواصل الفعال مع الآخرين والعمل على بناء الثقة وتعزيز التعاون المشترك إن القدرة على تكوين فرق عمل قوية والعمل مع الآخرين لتحقيق أهداف مشتركة تعزز فرصنا في النجاح المالي الجزء الخامس الالتزام بالتطور الشخصي والمهني في العادة الخامسة يركز الكتاب على أهمية الالتزام بالتطور الشخصي والمهني يشدد على ضرورة السعي للتحسين المستمر وتطوير مهاراتنا وقدراتنا يتضمن ذلك الاستثمار في التعليم والتدريب والاستمرار في اكتساب المعرفة والمهارات الجديدة والعمل على تطوير قدراتنا الشخصية والمهنية إن الالتزام بالتطور الذاتي يمكن أن يفتح الأبواب لفرص جديدة ويساعدنا في التفوق في مجالات حياتنا المختلفة الجزء السادس الاستمتاع بعملنا والتحفيز الذاتي في العادة السادسة يركز الكتاب على أهمية الاستمتاع بعملنا والتحفيز الذاتي يشدد الكتاب على أن الشغف والحماسة تلعبان دورا كبيرا في تحقيق النجاح يجب أن نعمل في مجال يثير اهتمامنا ويحفزنا وأن نستمتع بما نقوم به يشجع الكتاب أيضا على تحديد الأهداف الشخصية والمهنية والعمل بجد لتحقيقها واستخدام التحفيز الذاتي للمثابرة والتفوق في مجالاتنا المختلفة يعد كتاب عادات نجاح المليونير دليلا قيما لتحقيق النجاح المالي والشخصي من خلال تبني العادات الناجحة المشتركة للأشخاص الناجحين يمكننا أن نطور أنفسنا ونحقق أهدافنا بشكل أفضل يتعلق الأمر بتحديد الأهداف والتركيز والتعلم المستم وتوسيع المعرفة والتخطيط المالي الجيد والادخار وبناء علاقات قوية والتعاون والالتزام بالتطور الشخصي والمهني والاستمتاع بعملنا والتحفيز الذاتي من خلال اعتماد هذه العادات وتطبيقها في حياتنا اليومية يمكننا أن نحقق النجاح ونصبح أكثر فعالية ورضا عن حياتنا الكتاب يقدم مفاهيم قوية وعملية ويقدم أمثلة واقعية للأشخاص الناجحين وقصص نجاحهم إنه يشجعنا على أن نكون مبادرين وملتزمين بتحقيق أهدافنا وأن نعمل بجد وذكاء لتحقيق النجاح المالي والشخصي يذكرنا الكتاب بأهمية الاستمرار في التعلم والتطور وأن النجاح لا يأتي بسهولة فهو نتيجة للعمل الجاد والتفاني في النهاية يمكننا أن نستخلص أن العادات الناجحة المشتركة للمليونير تعتبر دليلا قيما لتحقيق النجاح في حياتنا فعندما نتحلى بالتركيز والتحفيز والتعلم المستمر ونبني علاقات قوية ونتعاون مع الآخرين ونخطط بشكل جيد وندخر بعناية يمكننا أن نحقق النجاح المالي والشخصي الذي نسعى إليه لذا دعونا نتبنى هذه العادات ونبدأ رحلتنا نحو النجاح والتفوق في حياتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر